ان افضل فترة تاني افضل فترة وافضل مرحلة عمرية بتعيشوها هي مرحلة بتاعت الجامعة اللي بيحصل وقت الجامعة ده من الانشطة او التعرف على البيئات المختلفة الثقافات المختلفة الاصدقاء اللي موجودين دولت افضل بجد افضل فترة في حياتي فاحنا عايزين نستغلها افضل استغلال بحيث خلي بالكم نطلع منها كاسبانين احنا في مرحلة الحمد لله مرحلة جيدة ومرحلة من الوعي مختلفة عن مرحلة الروتين بتاع المدرسة وهكذا ورقم اتنين ان ازاي ان ده يساعدني على الحياة اللي بعد كده اول ما حياتنا بعد الجامعة الحاجات اللي بتحصل في الجامعة من انشطة او ثقافات او حتى مواقف المشاكل اللي بتحصل بالما بتتنساش يا بنات باب تتنساش بتبقى فترة فعلا من الفترات لو عرفت تستغليها صح ترجع تقولي اياه واليوم من ايام الجامعة احكى لكم اوقف احنا كنا في قولة جامعة وبعدين فاواخر الترم التاني يعني زي دلوقتي كده قبل الامتحانات اللي هي الجلسة بقى القعدة اللي قبل الامتحانات الختام بقى فجوم اخوات من سنة ربعة وسنة ستة بشري وجوم يعني قلولنا لو يعاد بنا الزمن تاني يعني انتوا فترة واستغلوها وبعدين قابل عياطو ما فهمناش الكلام ده الا لما بقينا في سنة ربعة واللي بقى في سنة ستة وفعلا بقوا الموقف اللي كان الاخوات اللي كانوا في ساعتها بيقولولنا هي دي افضل فترات الحياة فعلا افضل فترات الحياة لو استغلناها صح شوفوا يعني لما بنيجي نتكلم عن مرحلة الجامعة بنتكلم عن حكتين انا يبقى عندي وعي اصلا بقيمة الوقت اللي انا فيه وازاي ان انا استفيد 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 بكل ما هو متاح عندك ثقافات مختلفة اتعاملي اتعاملي ما تتخضيش عندك اصلا اتعاملت معفلانة والشلة الفلانية ومش عارفة لبيها الفلانية وبعدين اتلعت منه ومفكر لا مش اتعلمتي وعرفتي ان الفترة دي دي فترة انت او الشلة دي او الموقف ده طلعت منه بفايدة او طلعت منه اه تعلمت بعد كده مش هعمل كده بعد كده هيبقى ردي فعلي كده بعد كده هيبقى كلامي واحد اتنين وتبقى فهم الكلام ده كويس يبقى ده حلو انا ما بزعلش ويا بناها تسمعوا احنا ما نزعلش من احنا نمشي ونقع يعني عادي او ما احنا نمشي ونمشي ونقع لكن امتى لو فضلت واقع لو ما تعلمتيش من الغلط اللي حصل لك لو ما تعلمتيش انت كده يعني بصي هتفضل ليلد يعني مؤمن من جوحي مرة تانية تعلمتي من حاجة المفروض ان انا ما قعش فيها تاني النقطة التانية بنتعرض لها موضوع المشاعر في مرحلة الجامعة والاختلاط وايه موضوع بقى الشباب اللي بيجي بقى عارفة بقى المتطوعين بقى يا علي بقى واعملك واعجزلك واجبلك والكورسات والتلخصات والقصة دي لو احنا كدفعة وشلة في قلب جروب ده كي تمام احنا في جروب ولي بتكلم بتكلم جوه الجروب وتام مش بعمل بقى مستيبة كل كلام البنات اللي عالجروب واجي اعمل ايرفلايا على كال دلوقتي الوصف بيعمل لك على الكومنت دلوقتي فاجي اعمل على كلام الولد او ياخدني على الخصف ياخدني لأ احنا عندنا اه سمت وهوية انا عايزاك زي ما انت دخل قلبك غض تطلعي نفس الكلام اه واللي عايزك يا بنت الحلو خصوصا خلونا تكلم في النقطة دي عشان نعدي على العمل التطوع بعدها لانها مهمة برضو اللي عايزك يا بنتي اللي عايزك وانت لسه في فترة جامعة عارف يجيب موبايلك زي ما عارف يجيب اهلك يجمينين والكلام ده ويخش من الباب اما موضوع النطة على الراوتر ومن الشباك ومش عارفة ايه واصلحنا كزا ده ما بينفعش وانت ذات نفسك بتقلل من قيمتك في الامر ده ده نقطة النقطة التانية المهمة اللي انا عايزاك تخلي بالك منها اه المعاملات الحدود ذات نفسيها انا ما بقولكيش القوقاية على نفسك لكن بقولك تخلي بالك من سمتك الكلمة اللي طلعة الدحكة اللي بتتحكيها في الطريق العام اه لو انت واصحابك مش عارفة الساعة كم والساعة اثنين وعملتي مش عارفة على جروب الضفع ايه ساعة انت حطها لنفسك دي لا شكرا لا شكرا بوقف الناس اللي عندها حد ده والكل يبقى عارف التعامل مع مثل اسماء الموجودة شايماء وامنة ولا آآ علياء ولا ايمان لا معروف التعامل مع الاخوات دي او الطالبات دولة ده الناس محترم عندهمش القصة دي خلي بالك من النقطة دي لان النقطة دي مهمة وزي ما احنا لوك لوك كده في البنات عندك جروبات الشباب نفس الكلام خلي بالك اه لا دي عادي بتتكلم عادي اه لا لا دي مش عارفة بتروب اه لا لا دي عادي ويتقال عليك كده ويبقى سمته ده وده اللي موجود